صباح الخير النهاردة جايبا لكم وصفة حلوة جدا وصفة كده صحية بتعملوها للاطفال بتعملوها كمان لكم لو انتم بتعملوا دايت حلوة جدا احسن من الديل ابيض وهي خبز بالديل الاصمر نفسه عجينة التوست اللي عملناه مع بعض قبل كده بس انا عاملاه بطريقة او في شكل مختلف في شكل جديد معايا كوب دايتين من الديل الاصمر معايا كوب حليب حطيت عليه معلقة خميرة كبيرة ومعلقتين من السكر معلقتين شاي صغيرين طبعا اللبن بيكون دافي بنقلبهم مع بعض لحد كده ما الخميرة تتفاعل مع اللبن الدافي او ممكن نعمله بنص كباية لبن ونص كباية مية وممكن برضو نبدل الحليب بزبادي علبة زبادي او نحط على اللبن معلقة خلي صغيرة بتخليه تحول اللبن رايب معنا برضو بيدي طعم حلو جدا معايا كمان ربع كوباية زيت زيتون هاجن العجينة بزيت الزيتون ولو احتاجت تاني ممكن نزود شوية بس هو ربع كوباية هيكفي معنا بحط على ايدي كمان معلقة من البيكنج سودا البيكنج سودا بتخلي العجينة هشة وحلوة جدا كأننا بنأكل كيك مش بنأكل عيش لا يعني هتخليها هشة قوي كأنه كيك تعجبكو قوي بجد ورشة من الملح عشان تعادل معايا اي السكر اللي احنا حطناه ممكن نحط بدل السكر معلقة عسل برضو حطيت معلقة كبيرة من حبة البركة ممكن نزود كمان معلقة من الشمر او اليانسون هتديني ريحة حلوة قوي للعيش هنا الخميرة تفعلت معايا اهو حلوة جدا هبتدي بقى أننا أضيف شوية بشوية وأقلب نقلب بالمعلقة او بأيدينا ونزود بقيد الحليب اه هو كوبايتين أخدت كوبايت حليب بالزبط العجينة بتبقى معايا كده طرية شوية عشان تطلع فلافي بلاش نكتم العجينة ونزود دي كتير يطلع معايا مكتوم لا هو كوبايتين حلو جدا وطبعا بيعتمد على نوع دي اللي انتو مستخدمينه انا بستخدم اللي هو دي 5 ستورز اه حلو جدا وبتحسوا أنه هما مش نخلين دي كده اه فبيدي القوام بتاع العجينة اه قوام حلو اه مش محتاجة أن هي لتعجن كتير بحط كده شوية زيت زيتون واشوف لو محتاجة بكمل لاني كمان محتاجة زيت زيتون احطه في الصينية من تحت علشان العجينة ما تلزقش معايا وتطلع مزبوطة معايا هاجنهم بيدي لحد ما تتشكل معايا كده عجينة حلوة تشكل معايا كورة وتكون ملساء نعمة ما فيهاش اي تكتلات اه طبعا الدي الأصمر مش بياخد عجن كتير زي الدي الأبيض حلو جدا وخفيف وهتعجبكم جدا الوصفة دي هتعتمدوها على طول في الفطار الصبح بتشبه كمان اه خبز التميس لو ناس راحت السعودية ده العيش اللي بيفطروا بالصبح مع الفول وكده بيبقى طعم حلو جدا اه ادي انا حطيت شوية سمسم كمان عشان بيدي له طعم حلو طبعا السمسم فيه نسبة كالترم عالية يا جماعة حلو جدا يعني لو حد ما بيشربش حليب خالص ممكن ياخد السمسم كبادي اللي اخدت العجينة فردتها وهسيبها بقى تخمر معايك من نصف ساعة لحد ساعة سيبيها تخمر طبعا بنغطيها علشان بتنشفش معينا وبعد ساعة بندخلها فرن حامي على درجة حرامية وثمانين على الشبكة ونسيبه حوالي نصف ساعة في الفرن لما طلع من الفرن عطيته كده تلميع بزيد الزتون من فوق الوش عشان يكون فيه كده لمع حلو زي ما انتوا شايفين بجد طعم وهمي فردت عليه حت الجبن كيري وي رشيت كده او نزلت عليه بمعلاق من العسل طعم خيل جربوه بنفس الطريقة بنفس الشكل في الصنية دي هيطلع حلو جدا زي الكيك بالزبط طعمه بجد طحفة مع حبة البركة وزيد الزتون والعسل طعم خيل بجد مش هتقدروا تقوموه وهتعملوها على طول انا متأكدة لو عجبكو وجربتو الطريقة ما تنسوش تبعطو لتطبيقاتكو على بيج الانستجرام عندي او الفيسبوك وما تنسوش تعملو كمان لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد بنزله ومع السلامة